تليجراف البريطانية صلاتة الضوء على فضيحة عسكرية بريطانية ايه هي الفضيحة العسكرية البريطانية البحرية وفقا لمين؟ للتليجراف البريطانية قال السفن الحربية البريطانية لا تمتلك صواريخ لضرب الحوتين قالوا يعني كده ايه السفن الحربية البريطانية اللي موجودة في البحر الاحمر مع السفن الامريكية صورة يعني كده يعني ما تقدرش تطلق صاروخ فبالتالي دي اكتشفوا القادة السابقين الأدمرة اللي كانت قادة البحرية البريطانية ومجلس العمور البريطاني قالوا ده القوات البحرية البريطانية منهارة ده ضعيفة ده فضيحة بكل ما تحمله الكلمة بالمعاني ازاي هم رايحين علشان يواجهوا الحوسي وعندهم سفن حربية لا تستطيع ان تطلق صاروخ ارضية يعني السفن في البحر ما ينفحش تطلق صاروخ على البر ودي فضيحة عسكرية لأسطول كان يوصف بانه الأسطول الاحدث والاكبر في العالم وتقريبا كده يعني موجود مع الأسطول الامريكي كبركة يعني الأسطول البريطاني موجود مع الأسطول الامريكي يعني بشكل كده نوع من بشكل ضعابي ليس له قيمة وانما بس نوع من البركة او انه بيستملح ان يكون معهم واشنطن بتقول ان هي اضطرت لطلب الاستعانة بقدرات الصين للضغط على ايران للضغط على الحوسي لوقف الضربات في البحر الأحمر شايفين اللفة ايه؟ الراجل جاك سوليفان اللي هو مستشار للأمن القوم الامريكي كان مع وزير خارجية الصين في اجتماع وسوليفان طلب من الصين الضغط على ايران والمباحثات مع ايران والتحدث مع ايران للضغط على الحوسي لوقف هذه العمليات داخل البحر الأحمر طبعا هذا الكلام بيقولك ان الصين كل مركبها مؤمنة وتجارتها الامريكا وتجارتها الاوروبا مؤمنة لكن الاستداف كله للمراكب الامريكية والاوروبية فالامريكان طلبوا من الصينيين يضغطوا على ايران بحكم العلاقات القوية اللي بتجمعهم هم الاثنين